السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا متابعين الكرام ومتابعين قناة زرعانجي اهلا بيكم في فيديو جديد مبدئيا كده كل سنة طيبين مع انها متأخر شوية لكن اللي متابع القناة كويس هارف ان انا كنت مسافر من قبل رمضان بكم يوم ولسه راجع حالا احنا تقريبا النهاردة 9 ابريل او 10 ابريل تقريبا قضيت اول كم يوم من رمضان كنت مسافر فكل سنة طيبين دلوقتي احنا بنصور الحوض ده حوض الازولة ده احنا عملنا له اعادة استزراع وقلنا ان احنا هنصوره تاني بعد اسبوع فاحنا حاليا تقريبا اكتر من اسبوع شوية بعد عشر ايام تقريبا لان من بعد ما زرعته مباشرة اه اه كنت سفرت فما كنتش موجود فرجعنا فدلوقتي التصوير ده بيتم بعد عشر ايام من زرعته وكنا شوفنا في الفيديو اللي فات الكسافة النباتية بتاعته اه كانت عاملة ازاي في الا اه على سطح المية هنا هاللاحظ ان كان في مسافات اه بينية او في مسافات مكشوفة في المية كتير بين النباتات الازولة وبعضها كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي ان هو بس تم تزويد الحوض بالمية لما كانت المية بتنقص كان في حد هنا كان بيزود المية بتاعت الحوض لحد دلوقتي مفيش اي تغزية تمت غير تغزية مرة واحدة بنص الجرعة اللي المفروض يتغزى بيها دي المرة الوحيدة اللي تمت غير كده بس هي اضافة المية زي ما احنا شايفين التكاصر وكمية النباتات اللي موجودة في الحوض حاليا كمية ممتازة جدا الحوض مقفل بشكل كامل مفيش فيه اي فراغات كمان كان مع تزويد المية بيحصل ان النباتات بتكون فوق بعضها فوق هنا فحصل ان فيه بعض النباتات اللي نشفت دي دي اللي جزورها ما بقيتش طايلة المية الاجزاء اللي نشفت دي جزورها ما بقيتش طايلة المية لان ما بتيجي تضيف المية بيحصل بيحصل في الازولة كده فاللي بتقوم على بعضه ده جزوره بتبقى فوق فما بتطولش المية فبعد كده بتنشف فطبعا المفروض بعد تزويد المية او تزويد المية بيكون اه بعد الجمع بحيس ان انت تجمع من الازولة وبعد كده تبدأ تزود المية او بعد ما تزود المية تبدأ تشوف الاماكن اللي متجمع فيها نباتات ازولة كتير وتبدأ تفردها على سطح المية بحيث ما هيبقاش فيه تجمعات وتبدأ تنشف عندك فزي ما احنا شايفين وزي ما قولنا ان ده حجم النمو دلوقتي او دي نتيجة التقاصر من بداية الزراعة بالمسافات اللي كنا شايفينها اللي هي اصلا كل كمية اللي كانت موجودة هنا دي كانت من عشر ايام في طبق في الطبق الالمونيوم اللي عرضته لكم في فيديو قبل الفيديو بتاع الزراعة اللي هو كان قطره تقريبا حوالي خمسين لستين سنتي كان موجود فيه كل كمية الازولة اللي احنا شايفينها دلوقتي في الحوض اللي هو عرضه تقريبا حوالي متر وعشرين او متر وتلاتين سنتي في اه اتنين متر وتمانين سنتي اللي هو اللي هو مساحة الحوض ده زرعناه من كمية الازولة اللي كانت موجودة في الطبق اللي قطره تقريبا حوالي خمسين لستين سنتي ودي الكسافة بعد عملية الزراعة المية قفلت بشكل كويس جدا الأزولة غطت كامل مساحة الحوض بشكل جيد وبشكل مبهر النقطة المهمة بقى في عملية تكاصر الأزولة هو التكاصر الجرثومي اللي شرحت قولكم قبل كده ووضحت قولكم في فيديو سابق ووضحت لكم شكل الحويصلات الجرثومية اللي بتكون أسفل نبتة الأزولة هي دي السر في سرعة التكاصر الرهيبة اللي بتحصل في الأزولة دي مش الانقصام الورقي هو السر الأساسي لا خالص الفكرة كلها في عدد الحويصلات الجرثومية اللي في كمية الأزولة اللي انت بتزرعها في وحدة المساحة عندك هي دي اللي هتحدد سرعة النمو ومدى استجابة الأزولة للتكاصر أو مدى سرعة الأزولة للتكاصر في المساحة عندك أو في المية عندك أو في طريقة الاستزراع عندك المحدد الرئيسي زي ما قلت هو الحويصلات الجرثومية اللي موجودة أسفل نبتات الأزولة اما لو اعتمدنا فقط على التكاثر الورقي فالموضوع بيكون بطيق بشكل ملحوظ جدا عن التكاثر الجرسومي فدي كانت نقطة مهمة جدا حبيت اوضحها ومش لازم في بداية الزراعة انك تقفل كامل مساحة الحوض مية في المية لان ده انا من وجهة نظري شايفوا اقتصاديا مش صح وعمليا كمان مش صح الافضل ان الزراعة بالنسبة للحوض اللي زي ده زي ما شوفنا كان من عشر ايام زرعنا مع بعض وكان الحوض وضع عامل ايه خلال العشر ايام وصلنا لحجم النمو ده والكسافة النباتية اللي شايفينها دي فدي حاجة كويسة جدا وجيه ممتاز وكمان انا ما كنتش متابع كويس لان كنتش موجود فانت لو زرعت الازول لو هتميت بيها فاكيد هتهتم بيها اكتر مني وهتراعيها اكتر مني فهتوصل لنتائج افضل من كده بكتير يعني هتضيف المية بشكل كويس هتغزي بشكل كويس وكمان هترفع نسبة الاكسجين في المية بشكل اعلى انا كل اللي كان بيحصل ان يعني لما تنقص زودوها مية بس فهو ده اللي كان بيحصل لما بتنقص كانوا بيزودوها مية بس ده كل اللي كان بيحصل انا كل اللي يهمني ان هي تفضل عيشة مش مهم خالص ان انا اوصل لنموه اعلى واسرع قد ما يهمني ان هي تفضل اه موجودة ومستمرها انا اقدر اتحكم في عملية النموه يبقى اسرع اه ودي اعتقد ان هي ظهرة بشكل كويس لكن اقدر اه اوصل لحجم نموه اكبر وحجم نبات اكبر من حجم النبات ده الموضوع بالنسبة لي مش هيكون مش هيكون صعبة بس المهم ان هو يكون عندي النبات ده علشان اقدر اكبر يعني ان انا اكبر النبات اوصل لحجم نبات كبير ده مش هيكون اه مش هيكون صعبة هيكون سهلة لكن المهم ان هو يكون عندي النبات اللي انا محتاج اه اكبر حجمه اه دي حاجة مهمة جدا او دي نقطة مهمة وزي ما شفنا كده ده توضيح لشكل الزراعة اه قبل كده اه او وقت ما بدأنا نزرع والوضع بتاع الازولة حاليا وحجم الكسافة النباتية بتاعتها بس كده ده كان كل حاجة في الفيديو التوضيحي بتاع استزراع الازولة بالهايدروبونيك بدون اه طربة زراعية او اسمدة عضوية من البداية في الفيديو السابق بداية الزراعة والفيديو ده نتيجة الزراعة زراعة هيدروبونيك بالكامل كل الشغل اللي فيها مية في المية مفيش اي اسمدة عضوية صلبة او اي اسمدة صلبة اي ان كانت او طربة زراعية بس كده دي كانت كل حاجة في فيديو بتاع النهاردة اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم بشي ودملكم علومة جديدة يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لأول مرة بتشوفنا وكمان يا ريت تكتملنا رأيك او سؤالك او استفسارك في تعليق وان شاء الله هنرد عليك في عرب وقت ممكن شكرا لحسن المشاهدة واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاي كتير استنونا سلام